عندي ليكم مداخلة حلوة قوي والمداخلة دي بأننا احنا داخلين على سنة جديدة مفرحة جدا أيوة احنا بالحجات اللي تفرح يعني فيه كده شخصية جميلة دايما يقول عليه حتى اسمه مفرح يبقى مين معنا؟ أنا أقول عرفتي؟ طبعا مين؟ أكتر حد بيفرح وابتسمته كده باتنور الدنيا كلها ومجرد بس ما يفتح وقه ويقول كلام كل ناس بقاعدة كده مستنية سيدنا الأنبا رفاقيل حبيبنا وحبيب كل الكنيسة صحيح نيافة الحبر الجليل أمبا رفاقيل أسكف عام كنايس وسط القاهرة هنسمع تهنقته لينا دلوقتي لينا ولكل الشعب الأدرس أهلا بيكو يا شباب رينيه وماريا وجورج ومايكل كل سنة وانتم طيبين احنا طبعا في بداية سنة جديدة ومع احتفالنا باملاد ربنا يسوع المسيح ملك السلام نتذكر ان الملايكة هتفوا في ميلاد المسيح المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر والمسيح هو ملك السلام بنقوله في لحن بقوره يا ملك السلام اعطينا سلامك قارل لنا سلامك واغفر لنا خطيانا احنا في مملكة المسيح المملكة التي يجب ان يسودها السلام ويبقى كل الانسان فينا يسعى في اثر السلام والمحبة والفرح والعلاقات الطيبة مع الناس اي فرصة للخصومة او الزعل او النكد لازم نفوتها نديش فرصة للشيطان ينكد علينا او يوجد خصومة الانسان الكبير يقدر يستوعب الاخرين ويعيش دايما في سلام مع الناس عشان كده قال معلمنا بولس الرسول ان كان ممكن حسب طاقتكم سالموا جميع الناس يجب ان يكون فيه مسالمة وفي صلاة باكر كل يوم نقول المسرعيين الى حفظ وحدنية الروح برباط الصلح الكامل اسعوا في اثر الصلح والسلام مع الجميع لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا الا اذا كنا مش طبع مملكة المسيح اي حد عايش في خصومة وزعل يفحص نفسه بقى لالا يكون مش طبع مملكة السلام ربنا يدينا ان احنا نعيش دايما في سلام واللي حوالينا يعيشوا في سلام معانا ونفوت اي فرصة للزعل علشان يبقى الوسيح بيملك على قلوبنا بالسلام ربنا معاكم يلا نروح للفقرات التانية مع بعض